تقديم خدمات أفضل للأطفال من مراكز الشرطة والاهتمام بالأحداث وإشراكهم في المجتمع أبرز أهداف الدورة التدريبية للعاملين في مراكز الشرطة التي تقدم خدمات للأطفال وإيجاد نظام عدالة صديق للأحداث في اليمن وأهميته لعمل الأجهزة الشرطية هذه الدورة صحيحة ليست الدورة الأولى التي نعقدها لضباط وأفراد الشرطة فيما يخص عدالة الأطفال لكن هذه الدورة من سلسلة دورات نهدف فيها لتعزيز قدرات العاملين من أجهز الشرطة والأجهزة القضائية على كيفية التعامل مع الأطفال إيجاد بيئات صديقة للتعامل مع الأطفال أن تكون الاتجاهات إيجابية تعزز وتحقق مصالح الأطفال الفضلة المشاركون في الدورة اهتمنوا أن يخرجوا من هذه الدورة بما قد يسهموا في خدمة الأهداف التي تسعى إليها آملين من المجتمع والبيئة المحيطة بالطفل التعاون معهم داعين وسائل الإعلام القيامة أيضا بواجبها في توعية المجتمع غياب الإعلام غياب لا نقول كامل إنما غياب ضعيف وأتمنى أن الإعلام تأخذ دور كبير في توعية الأسرة وتوعية المجتمع عن الأحداث وما هي نتيجة عدم المتابعة للأحداث مسؤوليات مشتركة تتوزع بين جميع فئات وشرائح المجتمع لكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الداخلية للعمل على نشر المزيد من الوعي ونشر الثقافة المجتمعية للتعامل مع الأحداث التعامل الإنساني اللائق عبر العديد من الوسائل الممكنة والمتاحة التي تصب في مصلحة الضفل يحل هذه اليمن اليوم صنعا شكرا